المترجم للقناة لا يمكن الجدل فيه بس تقول رجال هذا ما خدمني ايش تقللي؟ قال لي هذا البيت للبيع أنا اللي تعبت صح؟ طيب ايش وجهة نظرة الوسيط؟ الوسيط يقول لك أنا مر فيها خمسين واحد زيك كل واحد أخذ مني ساعتين ثلاث ساعات فالنها اللي بيدفع هو الشخص اللي يشترى يتحمل تكلفة ذلك كلهم يتحمل تكلفة هذول ليه موضوع عدم نظام فكل واحد عنده وجهة نظر المطور نفس الشي عنده وجهة نظر الجهات الأخرى اللي قاعدة تعمل في المجال عندها وجهة نظر طيب هل هذا الموضوع موجود أيضا في يعني كأسواق ناشئة أو اللي حتى بره في أسواق المتقدمة موجودة نفس الكلام؟ ما زال نفس المشكلة في أسواق كثير بس الجميل أنه صارت الحين دخلت التقنية في الموضوع الناس كان أول صعب جدا الحل كان الشخص اللي عنده قائمة كده ويشتغل عليها وينظم أموره هذا شخص مره متطور الآن تقدر تعمل في التقييم وفي أعمال ومهام كثيرة عقارية وما تحتاج أنك تغادر يمكن حتى بيتك التقنية صارت تخدم أنا أتصور الآن السوق مهيئ لاستقبال نماذج عمل جديدة يعني الآن في بعض الشركات التقنية نسيت والله في شيء اسمها لكن فكرتها هي العمولة موحدة عندها ظهر خمسمائة دولار على أي عقارة تشتري عن طريقهم ليه هم ما وصلوا هذه القوة لأن الأوبريشن عليهم يعني تقريبا قليل فهو بس يبدو الجهد في عملية أن يفلتر العروض اللي عنده هذه الطريقة جيدة ويعرضها بطريقة جيدة بالنسبة لك أنت فتستطيع تتخذ قرارك بشكل سريع جدا وبجرد أنك تتخذ قرارك تدفع عمولة موحدة على الجميع سواء شرعته بخمسمائة ألف ولا شرعته بمليو